موسيقى 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 المهرجان هو يعود بقوة يعود بلجنة تحكيم قوية يعود كذلك من أجل ترسيخ مبادئ الإبداع الشبابي يعود كذلك لإعطاء فرصة قوية للمبدعين الشباب سواء في المغرب أو في الخارج أو لأبناء مدينة مكنس لأن هناك جائزة خاصة لأبناء مدينة مكنس هناك ندوة طبيعة الحال ندوة قوية هذه الندوة المرأة والسينما وهو شعار الدورة كذلك هناك ماستر كلاس قوية عن طريقة الإخراج أو متابعة أو مواصلة السير مع الممثل على الطريقة الأمريكية ثم هناك كذلك ما يسمى بالماستر كلاس كما قلت ثم كذلك عروض أفلام قوية ولكن الشيء المهم جدا في هذا المهرجان أقول وأكرر عودتنا دائما كالعادة للمحافظة على القاعة السينمائية سينما كاميرا وأنتم ستلاحظون على أننا نبعث الدفء في سينما كاميرا من خلال هذا المهرجان ونقول لا لإغلاق القاعات السينمائية وهذا مكسب أظن بالنسبة للمهرجان نتمنى أن الجميع يلتفت بقوة يلتفت بقوة إلى المهرجان يلتفت إليه بقوة ويدعمه ويساعده ويجعله في مصاف المهرجانات الكبرى أما من حيث الشكل ومن حيث الهيكل ومن حيث المبدأ أعتقد على أن حضور شبابي متميز حضور كذلك لجنة تحكيم من عيار كما قلت من عيار تقيل منصف نزيهي هدى الفشتالي والمخرج والممثل سوفيان الخالدي الذي يشتغل في لوس أنزلس وكذلك الكثير من المبادرات لا أخفيك سرا على أن حفل الافتتاح سيعرف مفاجآت كثيرة سيعرف تكريمات أنس الباز وسنديا تجدين سيعرف كذلك عروض أفلام افتتاح واختتام لمخرجين شباب بصموا طريقتهم وأكدوا ماذا حضورهم أعتقد وأكرر دائما على أن مهرجان مكنس هو شعاع يشيع في مدينة مكنس نتمنى أن يظل هذا الشعاع مثل شعاع الشمس ضوءها قريب ومكانها بعيد شكرا أنا في طبيعة الحال سائدة أنا متواجدة مع الأستاذ الحبيب ومع الأستاذ الحبيب ومع لجنة التحكيم وكوني عضوة في لجنة التحكيم في هذه الأديسية 12 الفيستيفال للسينما الشباب والتي التام له هذه السنة هو سينما المرأة إذن هذه واحد المبادرة لا يمكن إلا نصفق لها لأن أي حاجة تتعلق من الناس وبالحفاظ على الباتريمون كولتوري لها المدينة وبصير جاع الباتريمون وإعطاء نفس جديد لا يمكن إلا نكون فيها وإلا نصفق لها ونتمنى التوفيق الكبير للأستاذ والأستاذ الحبيب والجنة الريكتور أناس وقعد تقام المسؤولة لها الفيستيفال ومرحبا بالضيوف الكرام ونتمنى أن الأفلام إن شاء الله ترق الإعجاب ديال الحضور وكنتمنى التوفيق للشباب على الخصوص لأن هاتش كله داير الشباب اسميتي سوفيا الخليدي أنا من مدينة أقادير أنا ممثل ومخرج وكاتب مثلت في عدة أفلام أمريكية وأوروبية وعربية يلاه كنت صورت هذا العام مسلسل مصري لشاهد اسميته التمانية مع الأستاذ عبداللاطف شوقي حاليا كنت صور في مسلسل أمريكي بالمغرب ولكن ما ركضاش نعطر عليه ما ركضاش نعطي كل ديطال ومعناه مصري وممح للشاهد مني وسميتي بهيس في السرسة بعض القوات لعمل فهم لكيش تشكروني شكرا أهلا واسهلاً معكم انساف نزهي أنا جيد سيد لرأسة لجنة التحكيم للمهرجان مكنس دولي لسينما الشباب تحت شعار المرأة والسينما مهتم جدا جدا في هذه الدورة لأنها تصدر على المرأة والسينما وهذه من المواضيع التي تنشتغل عليها في الأعمال ديالي وكذلك حبا وإيمانا في مهرجان مكناس ودعما لإدارة المهرجان أنا جدا سعيد تواجده هنا وإن شاء الله تكون واحد القيمة مضافة لهذه المهرجان عبر الورشات التي سنقوم بها في التمثيل وفي صناعة السينما شكرا قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونه في العشين يوتيوب بارتاجي والفيديو ديرو جام وتابعوا الدار على مواقع تواصل اجتماعي